جزء من المستقبل موجود في هذه النظارة تقنيات ستكون الأساس في المستقبل حسب توقعي لأنه بالفعل كمية التسهيل والتقنية لنوعاً ما منطقية في التبني موجودة في هذا النوع من التقنيات هي نظارة الأولى من نوعها وصلت لها شركة متابعة التجارب جداً كثيرة ولكن هذه النظارة ستكون طريق للأمام لا يقفض شيء، سأعطيكم هل هي تناسبكم او لا وأيضاً كيف تستفيدوا من هذه النظارات في تقريباً كل مجالات هذه الكوكب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعطيكم فصل السيف والميتا ريبان ديس بلاي النظارة الجديدة من شركة متا التي فيها شاشة لأنها اسمها مصطلح ديس بلاي شاشة النظارة جاءت بعد سنوات من شراكة ما بين نفس متا وريبان ورأنا خلال هذه الشراكة كمية كبيرة من النظارات التي طلعتها هذه الأوكلي التي كانت موجودة وقبلها صدارات مختلفة من ستايلات وتحسينات موجودة عليها وأيضاً الجزاء الحولة التي طلعوها النظارة نوعاً ما كانت عادية ولكن ايضاً تجارب موجودة في قطاع ثاني لما نتحدث عن قطاع النظارات حيث الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي كانت فيه سواء الكويست هذه الكويست 3S ونتحدث عن البرو وغيرها من النظارات كل هذه التقنيات التي موجودة عند متا من هاردوير عتاد وصلنا فيها للنظارة التي من يديني يتحكم في الشيء الذي نرى وغير ما بين الواجهات وانطق الوروح وأجي ويمين ويسار وفوق وكلب وضبط كل شيء وأنا أرى هذه الأشياء وانتم تشاهدونها وهذه حلاوتها بصراحة لأنها إثراء واقع معزز إثراء لكم المعلومات التي أريد أن أرى سأعطيكم التفاصيل العادية وأيضاً أبدأ في موضوع تسوى ما تسوى تجارب وقطاعات المختلفة التي تسفيد منها وغيرها منها أبدأ لنظارة العادية وأبدأ أشرح على نفس المتا نفس النظارة هذه لو لاحظتم أن الفريم جداً عريض سأأجي لمواصفات التقنية والخصائص الموجودة والشكل العام ولكن خلال لبسكم لهذه النظارة هناك صوت يأتيكم من الجهة الخلفية الموجودة هنا تحت فهي تعتبر نظارة بسماعات مفتوحة وبالتالي تسمعوا الصوت وإن كان صوت عالي مرة الذي حولكم يسمعوا الصوت تسمعوا الرسائل الصوتية والمحتوى الصوتي وغيرها من الأمور وهنا يجب أن أوضح لكم أصلاً مجموعة من التطبيقات نتكلم أساس تطبيقات متا سواء نتكلم على الواتساب والإنستجرام نتكلم على تسجيل الفيديوهات والألبوم وصور وغيرها من الأشياء التي نوعاً ما حالياً محدودة في هذه النسخة الأولى حجم الشاشة نفسه الذي يظهرني ليس بذلك الحجم الكبير نوعاً ما زائل الذي ترونه الآن على الشاشة تخيلوا أن هذه الشاشة أمامكم هذه نظارة وضعناها في الشاشة وهذه هي الجزئية رأيكم كيف يطالعكم بشكل هذه فأنا أقرأ من الشاشة التي موجودة وقالب فيها وأنا لم أقرأ عليكم وهو الشيء المزعج عندما تتكلم أحد وهنا الشاشة وقالب فيها معلومات وتفعلها في أحد الجمعات على الستيج كنت أقرأ منها كامل النص الشيء يجب أن أقرأ الناس امبهرت بهذه الأمور ولكن أنا نفسي لم أقعد أهتم فيهم تمنيت أن الشاشة موجودة في مكان أقرب وقد يكون هذا المكان الأقرب لأفضل للقراءة أسوأ في مسألة المنظم وأنه يصبح يضع حواجز بيني وبين الشيء الذي أرى والسطوع حقها كانوا الناس يرونه لأنه رفعتوا السطوع على آخر شيء أضيفه إلى ذلك هنا نتكلم على التحكم باليد يمين يسار أيضا فوق تحت لكن هذا الإبهام وهذا الأصبع الرجوع في الأصبع الثاني والاختيار في الأصبع الأول وأيضا موجودة معي ميتا اي آي والذكاء الاصطناعي الذي رسميا لم أطلق لدينا في منطقتنا ولكن مناطق حولنا كثيرة تم إطلاقها وأيضا جاينة في الطريق سوالي في معمتا يقولوا أبدا أمور طيبة وجاء منظمة بالكامل بإذن الله للمملكة العربية السعودية وأعطيكم التاريخ أول ما تضبط بإذن الله أو يحددون فمع الذكاء الاصطناعي كم كبير من المعرفة والعلم لأنه ذكاء اصطناعي مثل أي ذكاء اصطناعي سمعت عنه بدون ذكر أسماء فأقدر أقول له ما هو الشيء الذي أنا قاعد أشوفه سجل لي هذا الفيديو وضع ملاحظة عندك كيف أستطيع أحسب الكهارو الشيء الذي أمامي احسبوا أنت سجل هذا الفيديو وشغل لي او ذكرني فيه بعدين وغيرها من الأمور الآن نأخذ بريك وبعض المواصفات العامة لهذه النظارة النظارة وزنها 69 جرام للحجم العادي و70 جرام للحجم الأكبر منصة الشحن نفسها الموجودة 169 جرام وأيضا السوار الذي يجب عليكم ياهو 42 جرام أما عندما نتحدث عن الإطار والخصائص كتبت أمامكم ونوعاً ما شاهدون الإطار بشكل غالط يعني ما عليش كأصدار أول تمشي ولكن الفكرة مع الإصدارات القادمة هالإطار سيكون أخف بإذن واحدة سأضيفه إلى ذلك وضعوا في بالكم أن تقدروا عندما تشتروها تعرفوا أنه فيها العدسة الأساسية المناسبة لنظركم لو كان عندكم تقرير النظر الصحيح ولكن لا يبدو أن تشتروه حالياً لماذا؟ لأنه جاء لاحقاً لمنطقتنا حالياً فقط في المتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية عليكم طريقتين للحصول عليها أول طريقة أنكم تأخذوا موعد مع أحد المتاجر المعتمدة التي تعملوا فيها جلسة القياس جلسة القياس من خلالها تعرف النظارة الصحيحة لكم وأيضاً الأسوار من ثلاث مقاسات التي تختاروها وبعدها بكل بساطة يحددون لكم متى وقت وصول النظارة لبعدسات أو بدون عدسات أو تضليل أو بدون وأيضاً الأسوار لكم سيكون قيمتها حوالي 800 دولار وترسل لكم بشكل طبيعي بإذن الله ولا ستجدونها إلا في متاجر أمريكا في الوقت الحالي طريقة الثانية لكل العالم تستطيعون بكل بساطة تذهبوا لأحد البائعين والمضمونين الذين موجودون على إي بي ولو تاريخ جيد بوزيتيف كويس ومن ساعتها تستطيعون تشتروها المقاس الثاني كان أفضل مقاس بالنسبة لي فهو نوعاً ما الذي حصلت عليه مع النظارة والأمور ماشية مثل العسل مع هذه النظارة بل إنها من أكثر النظارات التي جاءت لي عليها أسئلة كونه بالفعل تسوي إثراء لكل شيء المعالج الداخلي الموجود في النظارة هو سناب دراجون AR1 الجيل الأول معالج مخصص لنفس هذه النظارات حق الواقع المعزز وأيضاً تستخدم فيها نظارات الواقع الإفتراض الشاشة نفسة موجودة ترى 600 و 600 بيكسل صغيرة ولكن تعطي كم كبير من المعلومات كونها قريبة على العين وترددها 90 هيرز ونتحدث عن السطوع من 300 إلى 5000 نتز تقريباً الناس الذين أمامكم لا يرون شيء من الذي ترونه إلا إذا رفعتوا السطوع ويرون فقط نور باين عندكم في عدسة واحدة لأن الشاشة في مكان واحد ليس أنكم اثنين نظارتين عينين هي مكان واحدين ترونها وبقط وهذا الأمر الذي بالنسبة لي أتوقع فيه تطورات كثيرة جاية في المرات الجاية على الموضوع نفس الشاشات ومكانها وتخصيصها وتضبيرها السوار الذي موجود مع نفس النظارة ينبس كأنه ساعات وبكل بساطة يتفاعل مع نفس النظارة بالإيماءات التي أردتكم معها وبكل بساطة يبدو أن ترون العضلات الموجودة هنا وكمية العضلات وسيقع الجاية بين الساعة والعضلات الموجودة مع حركة هذه الأصابع وأيضاً مع الإيماءات الموجودة سنعرف أن مع كمية تدريب كمية تدريب هذه الساعة ستستطيع الساعة مع الحركة الأساسية السوارة تقرأ الحركات والإشارات العصبية بشكل دقيق لتعرف الحركة مثلاً مقاس الاسوارة صحيحة الكاميرات التي توجود هناك كاميرات 12 ميجابيكسل بعدسة واسعة وأيضاً نتحدث عن جودة الصوهر بصراحة جداً جيدة هي 3024x4032 بيكسل وفي الفيديو تصور بدقة 1920x1440 وعلى 30 طرف الثانية زوم يوصل إلى ثلاث مرات طبعاً التصوير في النظارة يكون عن طريق اليد أو تطلبوا من متى أنها تشغل تصوير الفيديو أو حتى من خلال الزر الموجود هنا لقطة تأخذ صورة أو تشاهد الصورة على طول أو تضغط لقطة مطولة يبدأ يسجل الفيديو أنا أبدأ أرى الفيديو بكل بساطة الشيء الذي يحدث فهنا أول ما أضعت الضغطة حلقين على طول وقفت نفس النظارة وعندي نفس الفيديو أستطيع أن أتفرج عليه وهو يروح الموضوع الخصوصية جداً عالي الموجود هنا من ناحية الصورة الصغيرة عندما يأتي إلى موضوع الصوت فالنظارة مثل ما قلت لكم هي أس بي كي ريان وهي أوبن إير وعندما يكون الصوت عالي الذي جنبكم نوعاً ما يسمع فقط بشكل معتاد وفي نص الشارع أذهب أخرى لا أحد ذراع عنكم المايكات ستمايكات مكانها اثنين في الذراع اليمين واثنين في الذراع اليسار وأيضاً عندكم مايك في وسادة الأنف نفس المكان الموجود هنا وعندكم المايكروفون الذي يستخدم في مسألة الاتصال البطارية في هذا النوع من النظارات مع الأجيال كلها تحسنت جيل ورجيل وصلنا إلى هنا بطارية النظارة هي 248 ملي أم قد لا تكون الشيء الكبير كرقم ولكن حسب كلام شركة متل مفترض هذه النظارة تستمر إلى ست ساعات كحد أقصى معي وصلت إلى أربعة ونصف حاجة شيء كذلك العلبة نفسها يأتي فيها مكانية اضافية للشحل وهذه العلبة فيها نفس الطرقة المغناطيسية وتشحمل الجمب كابل الذي ينشبك عليها وتضع النظارة للأسف بطريقة على نفس المار تحت لها لأنه يجب أن تضع النظارة من الجهة التي تحت لها تأكد أن لا يوجد شيء يخطيها وضبطها ولكن تحميها بشكل جيداً جيداً ونتحدث عن 24 ساعة استخدامها مع وجود هذه الحافظة معك الأسوار نفسه يمشي حواراً 18 ساعة ذاكرة النظارة يمشي على 32 جيجا بايت، الرامات 2 جيجا ويوجد قدرات اتصال مثل الواي فاي 6 بلوتوت 5.3 والاستوار نفسه بلوتوت 5.2 لا يحتاج الكثير من هذا لتوفير الطاقة والنظارة تدعم آي او اس 15.2 وفوق وأيضاً الأندرويد 10 والمظارة فيها حركات كثيرة مكالمات فيديو ومكالمات صوت يأتيكم رسالة واتساب وغيرها فلن نذهب على التجربة وأثناء المشتنا مع التجربة ستشاهدوا هذه الشاشة الصغيرة أمامكم والتي نوعاً ما ستوضح لكم ما الذي تشاهدون وفعلية أنتم تشاهدون الدنيا ولكن يجب أن تشاهدوا الشاشة بعين واحد نوعاً ما مريح ولكن الموضوع يجب أن تفقد تركيزكم على الشيء الأمامكم مع تركيز على هذه الشاشة لو هناك مكالمات الفيديو كيف سيكون السالفة؟ لو اتصل عليكم شخص اتصال فيديو وأنتم لابسين النظارة تستطيعوا تشاهدوه بكل بساطة في شاشة النظارة وهو يشاهدون ما تشاهدون وليس يشاهدون أنتم بطبيع الحال لأن هناك كاميرات هنا فهي تشاهدون المكان الذي تشاهدون فهو جميل أن تتجربوا مراسلات بشكل مباشر مع قناة ومع أخويةكم ومع أحد وتورروه المكان الذي تشاهدون فلن يتصخنون ريك ويقلب كأنه فلوغ تشاهدونه وتوضحون الأماكن التي توجدون فيها وهذا الشيء الذي تشاهدون أما أنتم فتشاهدونه نفسه الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم وهو متا اي اي وهناك أدوات في نفس النظارة للذكاء الاصطناعي مثل اللايف اي اي التي تشتغل وقت عندما تأتي الخدمة لدينا بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية زياراتي هناك أعرف أنني أشغل على طول المتا اي اي ويقوم بإذن تضبط الأمور كأنها أمريكية فتعطيني المتا اي اي وتجدوني أنني أقول ماذا أرى المكان؟ ماذا أرى قبل قليل ماذا أرى؟ ماذا هو المكان؟ ماذا هو الفاكحة؟ ماذا هو المنتج هذا؟ خزن لي الرقم ذا ترجم لي الورقة ويقعد بكل بساطة تضبط لها الأمور هناك أمثلة أخرى مثلاً هل رأيتوا نبتة او الأشجارة عجبتكم في الشارع تسلوه ماذا النبتة ايضاً كم سعرة هلارية موجودة في الصحن الأمامي فالأمور مرة جيدة ايضاً في الترجمة فنتحدث عن النظارة تستطيع ترجم لكم كلام الأشخاص التي أمامكم وتكتب الترجمة في نفس النظارة مثل اسباني، فرنسي، ايطالي، انجليزي العربية الاستماجة حسب متى واهتمامهم بالمنطقة العربية تأتي بإذن الله أيضاً من ناحية الخرايط وهناك ميزات الخرايط التي ممكن تختاروا فيها وجهتكم ثم تعرض لكم الاتجاهات أمامكم هنا فالأمور رأي مرة وانتوا قاعدين تمشون وتقدروا أيضاً تقولوا هاي متى؟ أعطيني أقرب مطعم للأكلات الشعبية كنت قلت بالعربي ما فهمتها هاي give me the closest location for a restaurant وهنا تأتيكم الصدمة The feature isn't available in Saudi Arabia yet في الرسائل النظارة تسمح لكم انكم تستخدموا تطبيقات التواصل وترسلكم النص عن طريق حركة اليد وتضرلكم المحادثات وتسمح لكم انكم تردوا عليها بدون الحاجة لنفس الجوال تطبيقات المدعومة واتساب، انستجرام المسجر الفيسبوك ورسائل الجوال الموجودة في نفس جهازكم ومدعومة عندهم في النظام أكيد نتحدث عن مواقع التواصل الموجودة انستجرام نفس متا مرهم طيبة تقدروا تأخذ صورة او فيديو وتقولوا انشرها يا ذكاس ننهي على طول في حسابي على انستجرام او على نفس فيسبوك اضيفوا إلى ذلك فيها مقاومة جيدة للماء والغبار بمعيار الـ IPX4 وايضاً الاسوار نفسه في الـ IPX7 لا أنصح أبداً الجو الماطر لا أنصح أبداً في مسألة الجو التي فيها رياضة وما رياضة لا تنفعل يجبون بعدين نسخة مثل الأوكلي تكون مرة عالية في ستاندرد المقاومة وتكون جداً حسنة في مسألة الرياضات التي سيكون فيها مطار وماء وشيء يجب أن يضع نصل إلى موضوع الصندوق نفسه هذا موضوع مرة بسيط نظارة كابل شحن USB Type C لنفس السوار وأيضاً الحافظة الأساسية التي تأتي لنفس هذا السوار قطعتكم اجابة ستنظفهم وموضعهم جيدة وضعت لكم السعر فهو 800 دولار تقريباً و 799 دولار كيف تفيدنا في حياتنا؟ أول ما فيسبوك تجعل الناس تطبيقات لهذه النظارة تنبك شيء عظيم من ناحية تبني النظارة في قطاعات مختلفة على سبيل المثال أرجع لنظارة الأساسية لكي أرىكم عندما نتحدث عن هذه النظارة لو واحد من الطلبة موجود ويشاهد المدرس والمدرس قال معلومة أم لا معلومة يقدر بكل بساطة يجعل هذه النظارة توثق وتختصر كل المعلومات التي يشاهد المدرس بل أنه تعطي إيجابات على أساساً أنه يعرف كيف يحل بطريقة صحية أضيفه إلى ذلك إذا كنت مع مجموعة ناس ومعرفين نفسهم ومعرفين نظارات على سبيل المثال كل واحد يرى الثاني ويعرف حساباته ورى طالع عند وجهه ورى الحسابات حق الشخص أيضاً تخيلوا لكم ما عد تحتاج وتذكروا اسم أحد من يوم تلبسوا نظارة مثل هذه تشاهدوا اسم الشخص الذي أمامكم إذا الذكاء الأسطنع يتعرف عليه بشكل مباشر وعطاكم الاسم لكن تخيلوا أيضاً لو هل حجم من النظارات صارت مثل هذا طورت النظارة وصارت مثل النظارة على اللابسها وأيضاً لو موجود شرطي مرور من يوم يطال على لوحة السيارة على طول يعرف ما هي المخالفات التي موجودة على الشخص وما هي الأمور التي موجودة عليه مطلوب أو غيرها ننتقل لقطاع الصحي وتخيلوا الذكاء اللابسين النظارة ويقوموا بعملية وبكل بساطة يرى نبضات القلب بشكل سريع ويرى القراءات التي يحتاجها ويقول الذكاء الأسطنع يضعني قراءة دم البيضة وعطني معيار يوريك أسد الموجود في جسمه على طول تصبح المعلومات أمامه بدون ما يكون لدينا الحاجة للبس نظارة مثل هذه والتي أحدثت فرق جداً كبير في مسألة العمليات والقلب المفتوح وغيرها من العمليات في التدريب الذي يحتاج إلى واقع افتراضي وواقع معزز وأنكم تلبسوها وتسوي نفسكم كأنكم في منجم هنا تلبسوا هذه النظارة وتعيشوا الجو بشكل حقيقي لو مثلاً أخذنا قطاع ثاني واحد يعمل في بقالة بكل بساطة من يوم ما يأخذ أي منتج يستطيع المنتج لا يعرف سعره أو حتى شخص يشتري في نفس المتجر من يوم ما يدخل المتجر أي شيء يأخذ وضع البار كود وضعه في السلة يعرفه ما فيه خلصت حسبت كل المنتجات وخلصنا من السالفة كل قطاع يستطيع استفيد من معلومات تثريه هنا وأقدر أجزم أنه لا يوجد مجال إلا سيكون له تطبيقات وهذه التطبيقات أما على منصة متواجدة مثل متى يضعون كل التطبيقات للناس يستفيد منها في مختلف المجالات أو تأتي الشركة تقول ماذا نحتاج منكم هذه النوع من النظارات ونحتاج أن نطوره مثلاً ضباط الجمارك الموجودين عندنا على الحدود وبالتالي ضباط الجمارك من يوم ما يرى عندهم شحنة أو يرى عندهم أي بار كود أو شخص موجود يستطيعون يعرفوا كامل المعلومات الأمنية التي يحتاجونها عن المنتج عن البار كود أو الشخص أي شيء يحتاجونه وهذا بحر لا نهائي من الأفكار التي كانت موجودة وما زالت موجودة مع هذه النوع من النظارات ولكن هنا أقرب للواقع بشكل كبير ولكن هل أنصح في هذه النظارة حالياً؟ لا بعد كل الواقع سوالي أبداً لا أنصح فيها بطارياتها عمرها مرة عالية أضيف إلى ذلك برواز تبارك الرحمن عريض يعني دائماً الناس يلفت نظارها من البرواز أتمنى أن يكون هناك نسخ لا يوجد كاميرا مثلاً أنا فقط أحتاج المعلومات وأنني أرى معلومات أضيف إلى ذلك هذه النظارة حالياً لعدم توفرها الرسمي في منطقتنا أكيد لا تأخذها وتغامرها أو تضعها هنا عندما تشترونها من الإي باي ستلاحظوا أن السعر نوعاً ما مضاعف لا تسمع عليكم ويأتي رسمي صبركم بإذن الله فقط كتقنية متى أبدعت في نفس الريبان متى ديسبلي بهالنظارة التي فيها تحكم جداً رائق وأيضاً بالنسبة لي في نوعاً ما أشياء أتمنى تكون أفضل مثلاً السوار فترة من الفترات لاحظتوا لابس ساعة ذكية وأيضاً ساعة صحية حسناً ما أضع ثلاثة يعني الآن؟ أو أن أضع هنا سوار فقط للنظارة وساعة ذكية ثانية أو ساعة صحية ماذا؟ لماذا متى تخلي نفس الشريحة وتخلي سوارات؟ وأتوقع سوارات القادمة على شركات أخرى ستجدوا مثلاً ساعة أبل أو ساعة من سامسونج ويقولوا هذه تدعم نظارة نفس الميتى ديسبلي وبذلك سوارة تخدم أكثر من مجال لأن نوعاً ما الحساسات والأشياء الموجودة في هذه السوارة ستجدوا أنها محصورة فقط في هذا المكان وهنا مستشعرات حركة هذه المستشعرات حتى ترى الأصابة في الحركة وهنا نعرف أن هذه الأشياء البسيطة قد تكون أكثرها موجودة في الساعات الذكية وأيضاً في منظومة الساعات الذكية وقد تدمج معها وهنا باب شراكات جداً رائعة يعني مع لماذا؟ نحن أقول أننا نمشي ثلاثة أو أربعة ساعات ماذا وضعنا يا جماعة؟ أتوقع أن هناك تطوير سيكون لها بشكل جداً كويس وأيضاً هل سوار مع الوقت الذي يخدمنا فيه حالياً 16 ساعة لا أظن هذه كافية أحتاج أن الأسوار أستخدمها في طلعات والروحات والجيات ويكون الوقت أفضل وهي منظومة ممتازة فكرة رهيبة موجودة حالياً تطور بشكل أكبر وتكون لها أفضل مع المستقبل وفي صراحة أرى باب مستقبل جداً كبير لو صارت نظراتنا كلها ذكية بالطريقة هذه سيسر علينا أمور كثيرة بعضاً واحداً وأيضاً ستساعدنا بحياتنا بشكل كبير أفضل من أن نطالع الجوال هل هذه تغني عن الجوال؟ لا بالتأكيد، لا أحتاج أن أفتح الجوال والشاشة الكبيرة لكي أرى رسالة واحدة جاية من الواتساب لا، اسمع الرسالة ورد عليها انتهينا لا أحتاج أبداً أن أشغل الجوال لكي أخذ صورة لحظية انتهينا، كذا قد يكون نعم تقنية تفيدنا بشكل كبير وتثري جانب من الحياة ونعرف أن هذا النوع من النظارات إلا ما ينجح بشكل كبير عن نفسي، في المؤتمرات، هذه النظارات، سنرى كل صناع المحتوى أكثرهم الأبسين أكثر صناع المحتوى الأبسين هل نوع من النظارات، بل أنتم رأيتم محتوى جداً كثير من هذه النظارات وبالتالي، لا أحتاج حتى أشير كاميرا معي لكي أجلب لكم أفضل محتوى هناك منافسيين، وأيضاً شركات أخرى عملت على نوع نظارات أخرى Inmo Air 3، الإصدارهم الأخير هناك أشياء متطورة عن هذه النظارات، ولكن متا بكمية الذكاء الاصطناعي وقدراتهم وحاصة السوارة التي تقومون بها لديهم شيء أفضل بشكل كبير أيضاً سعر متا أفضل من سعر هذه، هذه أقرأ أغلب مئة دولار تقريباً خصائص التقنية على قليل، ولكن هنا نتحدث عن مئة دولار أرخص وأيضاً منصة متا بالنسبة لأفضل Rokid لديهم نظارات أخرى بحوالي 470 دولار هناك شركات أخرى لديهم نظارات مخصصة للتليبرامتر تقوم بإمكاني أن النص يمشي بحيث أن على المسرح أقوم بإمكاني كلمة وقوم بإمكاني كل كلام مني حافظه وقوم بإمكاني نظارتي وصارت في تيدكس كثيراً ولكن تدعم اللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية تدعم الصيني، ولكن لم أجدت إلى الآن أي واحدة تدعم العربي بشكل كامل تدعم الترجمة السمعية لأن تسمع عربي من كلام آخر ولكن لم أجدت شيء الذي يظهر لي نص عربي لا ننسى تيكنو في مؤتمرهم الأخير، أيضاً رأينا النظارة التي يظهرونها تيكنو تتكلمون أن هذه أيضاً تخدم مجالات جداً كثيراً بشكل ممتاز أختصر الموضوع باب جيد للتقنيات، سنرى أنها أكثر إن شاء الله في المستقبل أتوقع أن الشركات كلها تدخل هذا المجال لأنه حتى النظارات هذه أبل دخلت فيها وسامسونج دخلت فيها وبإصدار ثاني وتثبت أنها مستمرة في هذا المجال بل أيضاً ستيم تظهروا كمبيوتر والحين لديها نظارة ستيم تظهر قريباً إن شاء الله فأعرفوا أن المجال الواقع الأفتراضي والواقع المعزز سيحدث 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 ولكن هنا استخدام يومي، هذا استخدام يومي، أستطيع العيش معها يومي طيبة وضع النظارة، ستقوم بإعطاني كلام طيب، ستحسسني أنه يومي وصلت إلى الدوام، سأرى أحد يقول مستعان، ستقوم بإعطاء النظارة بخير، 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 نهاية الفيديو سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك، أتوب إليك، لا تشتروه، انتظروا إلى الجهة للجاية، وتابعوا، الله ينفع بنا رب العالمين أجمعين